خير 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 بتجيب لي أمر مهمة دورية وتحط اسم النقيب بدل فيها بتخليه جاهزة وبتجيب الأمر اللي عندي اللي وقعه بسرعة نالو نال هتي رامي السيدي كنعان أنا من أنت بسمع الأخبار عن طريق الفيسبوك لا سيدي أبدا أبدا بس نحن ما منحمل خبرك إلا بالنتائج وإن شاء الله الأمور على خير بتلفل في الموضوع السريع وبتعطني بالصورة أول بأول أمرك سيدي أمرك الله معك إبراهيم تعالى عندي تبعتوا لي كل شي اسموا كاميرات من هون تبعتوا لي ورا مختار وطيع على السريع لك وين المشكلة؟ أنت حلا شو يا إبراهيم؟ الموضوع على الإنترنت؟ كلهم محسوب حسابه سيدي هلا بدر بكون صار عندهم وأنا فهمتوا شو يشتغل أكيد أكيد الله معك افتراني افتراني سيدي أمرت نفسك كما حضرتك أمرت اكتراني سيدي أخلي الكاميرات والصحافة يتمشطولي لمسافة كيلو متر حوالي المزرعة على السريع الله يرحم مرواح الشباب والبقية بحياتك يا مختار تخبر أهاليهم ليجوا يأخدوهم وبتعطيني رقمك لحتى خبرك شو بصير معنا وإن شاء الله بأقرب وقت من نعرف من هالكلاب اللي وراه الفعل والله أبو مصطفى كان عارف رح يصير هالشي لكن ما عندنا تفاصيل ولا نعرف مثاره مع مين هذا شغلنا ما توجع عاسك مختار دخلك أبو مصطفى حد يعرف عنه شي لحد هلق لا إن شاء الله يكون هرب موقع بين يدين هالكلاب تيسر مختار تيسر دخلوا لي الصحافة السريع صور لي هون معقولي صير هالهاكي حقيقة وينكتب لي عمر جديد بس بطلع هالحديدة سيدي كل هالمصاري حرام بحرام ما بنزهل عليهم يا التوبة يا ربي التوبة يا رب أفو عني وصامحني يا رب ألحبا نفيدا كيف هيك؟ خير، سلامة قلبك شبه هأيديك؟ عادي عادي رتاحي لأحكي لك يا أستي شغلي عرضية يعني مقطع كلهم ممم ما تأخرت ما؟ لا، انت بحياتك ما تذخرتي كل مرة تجي بالوقت الصح كنت عطبانة عليك شوي هلا عطبانة عليك كتير اوف اوف اوف، خير، ليه؟ ولو، انا اخر من يعلم اه يا ستي حاولوا يقتلوني ونفتت بطريقة اذا بتشوفيها فيلم سينما ميكا ما تصدقيا شو؟ اه متل ما عمل لك واعدين بالشغل قالوا لي استغنينا عن خدماتك وتصراها شو بدي قليك لقليك؟ ناصك انتي روق شوي علي واحدة واحدة تعرضت لمحاولة قتل؟ اجتني رسالة على موبايلي مكتوب فيها دير بالك لرصاص حواليك لولا هي الرسالة كانت مددتة بس الحمدلله مرأة بخدش بسيط بالكتف الحمدلله على سلامتك بس مين اللي حاول يقتلك؟ نفسه اللي اللي مصلحة اني يتسرع اوكي، اللي هو؟ هني نفسهم اللي قضيت حياتي كلها انا وغيري عم نحاول ننظف هاي البلد منهم بس على ما يبدو طلعوا اقوامنا بكتير هيتقصر كنا نسمع هالنا سمع انا كنت شوفها بعيني بس ما قطرعت لح تصارت معي مهم مقيمك مني انا انت شو اخبارك؟ كيف خطرت على بالك؟ انت دايما بالبال مطرحك هون تعرف شو؟ يعني انت من الناس اللي انه بعد عشر سنين شوفك كأني كنت معك مبارح لا، طولي بارك على اي شوية هلا بصدقها ان شا دعم بحكي يعني انت هيك بتحطي طاقة ايجابية على المحل اللي بتكون فيه كتير حلوة بتخليلي يعرفك ما ينساك يا ستة هالكلمتين اللي عم تقولي يوم بنسسوني كل شي صغير معي مشان هيك قلتلك انت اكتر حدا انا بحاجة احكي ما اخوة انا جاهز احكي لا، ما فهمتني يعني مو قصدي موضوع محدد يعني نحنا فينا نحكي عن قطع الكهرباء فينا نحكي عن الليرا عن الدولار شو مكان انا بالنسبة الي القادة معك مكسب لا، فداء الشامي تاخد طاقة ايجابية مني يا سعدي ويا هناي يا ستة هلا اذا متت ابقى فارقة معي عاولت عميك ابو النور هههههه ومين هذا؟ بعدين بحكي لك عنه انت حخيلي كيف فرنسا؟ سيدي انا خلصنا كل شي والصور صارت جاهزة وحملنا الجثث احترامي سيدي يا ابني جبل الاسماء اللي اسليك حطونا على الفيش بسرعة سمع يا ابني بتروع على المدرسة بتجي بورد تأخذوا على البيت شوف شو مجتهي اشتري له شو كلا بدوا لعبه بدوا كذا ماشي يالله اشتركوا في القناة